موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم مشاهدين الفاضلين إلى حلقة جديدة من برنامج مقاصد يدور الحديث فيها على العمل الخيري ومقاصده وبحث هذا الأمر يستوجب أولا بيان مفهوم الخير في الإسلام وهل هو ثابت أم متغير ثم الحديث عن العمل الخيري وأسسه ومشروعيته ونتائجه النفسية والمادية على الفرد والمجتمع الإسلامي هذه أبرز محاول هذا الموضوع التي أضعها بين يدي ضيف الحلقة الدكتور وصف عاشور أبو زيد أستاذ مقاصد الشريعة الإسلامية أهلا ومرحبا بكم يسعدني الترحيب بضيف الحلقة الدكتور وصف عاشور أبو زيد أستاذ مقاصد الشريعة الإسلامية أهلا وسهلا بكم دكتور مرحبا بكم أستاذ جهاد ومشاهدين ربما يحسن في مستهل هذه الحلقة أن نبين مفهوم الخير في الإسلام ومدى اختلافه أو قربه من مفهوم الخير كما هو عند الحضارة الإسلام الغربية التي هي تسود العالم الآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد الإسلام بشكل عام رسالة خير إلى الناس كل الناس والقرآن الكريم كتاب خير والرسول عليه الصلاة والسلام كان يحمل الخير لكل الناس وهذه الأمة هي خير أمة قال الله تعالى كنتم خير أمك وخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله العمل الخيري في الإسلام أو الخير في الإسلام هو كل مال أو جهد مادي أو معنوي يعطى من أجل سد حاجات الناس وجبر كسرهم وتطيب خواطرهم وإيصال النفع ويحقق لهم النفع في الحياة الدنيا والحياة الآخرة فهو يدخل تحت إطار العمل الخيري مادام يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى هذا هو تعريف العمل الخيري في الإسلام واختلف هذا التعريف بهذا المفهوم عن الخير وعمل الخير في الحضارات الأخرى والفلسفات الأخرى الفلسفات الأخرى لا تعتبر مسألة ابتغاء وجه الله في عمل الخير هو يفعل الخير من أجل أغراض شخصية من أجل نفع يعود عليه في نفس الوقت ولا من أجل نفع يعود عليه في الآخرة ولا من أجل أن يسيبه الله تعالى عليه ولا ينفق من أجل أن ينفق الله عليه وأن يخلف عليه وما أنفقته من شيء فهو يخلفه أيضا من ضمن الفوارق أن نزعة عمل الخير ليست مجردة في الحضارات والفلسفات الأخرى من النفع المادي يعني هي كل العمل الخيري في الحضارات والفلسفات الأخرى غير الإسلام تنصب على المنفعة المادية المحسوسة الفردية التي تعود على الإنسان في الوقت العاجل في الوقت الحالي الحضارات الأخرى والمقارنة بينها بين عمل الخير فيها وفي الإسلام أن في الإسلام المسلم يستمر ويداوم على هذا العمل لماذا؟ لأنه يبتغي به وجه الله لأنه يرجو به رضى الله والدار الآخرة ولأنه لا يبتغي من ورائه نفعا يعود عليه ولا شكرا من الناس ولا محمدة للناس أيضا جل تركيز العمل الخيري أو عمل الخير في الحضارات والفلسفات الأخرى هو يعني موسوم وموصوف بالنزعة الفردية وليس بالنزعة الجماعية عندنا في الإسلام عمل الخير واجب على الفرد واجب على الجماعة واجب على الأمة واجب على الدولة واجب على المجتمع كل هذا متاح شمول آفاق ومساحات وساحات العمل الخيري التي يجري فيها ويقام بالتكليف بناء عليه إذن الفارق الأساسي في الموضوع بين الحضار الغربي وبين الإسلام أن في الإسلام العمل الخير هو عبادة شعائرية يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى من هنا أريد أن أسألك عن العمل الخيري هو نسبة العمل إلى الخير ما ضوابط هذا العمل الخيري وما مشروعيته في الإسلام طبعا العمل الخيري هو يعني كما قلت في البداية القرآن الكريم كتاب خير رسول صلى الله عليه وسلم جاء بالخير لكل الناس ليس لقبيلة من القبائل ولا لدين من الأديان ولا أتبعد من الأديان أصد فقط ولا لزمان من الأزمنة وإنما جاء بالخير للناس والإنسان والزمان والمكان إلى أن يرس الله الأرض ومن عليها وهذه الأمة هي أمة الخير وأمة الإغاثة وأمة الدعوة والتي تتكفل بالدعوة وتقوم بها للآخرين تبتغي في ذلك وجه الله والدار الآخرة وترجو الخير للناس وهو عمل الخردة جزء من السعادة التي تتحقق للناس جميعا والله تعالى قال للرسول صلى الله عليه وسلم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى يعني أنزلنا عليك القرآن لتسعد وعمل الخردة يقود للسعادة تبسمك في وجه أخيك صدق تبسم نفسه عمل من أعمال الخير أنت إدخال للسرور على الناس ده من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى وهو عمل خير فده يعني السعادة السعادة التي جاء بها الإسلام نحن عندنا يعني من ضوابط العمل الخيري أولا أن يكون قد أتي به من حلال طبعا هناك استثناءات مثل عمل يعني المال الخبيث المال اللي جايب من بنوك أو من فوائد ربوية هذا يتخلص منه بالطرق التي قررها الفقهاء لكن الأصل أن يكون الإنفاق من مال حلال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة تتحدث هنا عن المال عن المال إنفاق المال الإنفاق يعني نعم الإنفاق بشكل عام من المال لأنه يعني عمل الخير إذا ذكر انصرفت العقول والأزهان إلى الإنفاق إلى الصدقات وهذا مفهوم قاصر وضيق للعمل الخير في الإسلام العمل الخير في الإسلام من طبيعته ومن يعني توسيع دوائره هو يشمل المال وغير المال كما قلنا قبل قليل التبسم في وجه الناس صدقة إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم وإنما يسعوا الناس البسمة وبسطوا الوجه وحسنوا الخلق أن تتعامل مع الناس بأخلاق رقية أن تبسط وجهك يعني تتبسم لهم والتبسم نفسه صدقة إغاثة الملهوف المسح على رأس اليتيم قضاء الحاجات السعي على الأرملة وقضاء مصالحها يعني تلبيت مصالح المسلمين والسعي فيها كل هذا يدخل ضمن إطار العمل الخيري وهذا المفهوم الواسع أو سعة هذا المفهوم تباين وتغير تماما مفهوم الخيري أنت تتحدث الآن دكتور وصفي عن مظاهر العمل الخيري ولكن متى يكون هذا العمل هو عملا خيريا يكون عملا خيريا بعدة اعتبرات أن يكون عملا صالحا العمل نفس يكون صالح ويكون مشروع ليس مما حرم الله سبحانه وتعالى وأن يبتغى به وجه الله عز وجل ولا تبتغى به مصلحة فردية نفع فردي مغنم يعود على الإنسان هل يمكن أن يجتمع على الإثنان؟ لا يمكن أبدا لكن قد يجتمع الإثنان بدون قصد إن الإنسان بيعمل عمل الخير يبتغي به وجه الله ثم يعود بعد ذلك أثر هذا العمل عليه بشكل شخصي فهو لم يقصد إلى هذا ابتداء لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نقص ماله من صداقتين قط قد يتبادل إلى ذهن المسلم أنا أريد أن نتصدق حتى تزداد أموالي هذا هنا منفعة مادية ومنفعة بس هو هنا برضو ينطلق من الشارع لأن الله سبحانه وتعالى هو يؤمن بقول الله تعالى وما تفعلوا من خير وما أنفقتم من شيء فهو يخلفوا وهو خير الرازقين النبي صلى الله عليه وسلم قال كما تفضلت ما نقص مال من صدقه والزكاة ما معنى الزكاة الزكاة اللي هي رأس العمل الخيري في الإسلام ومورد أساسي من موارد عمل الخير أو العمل الخيري الزكاة معناها زكا يعني نمى وطهر ولذلك القرآن الكريم قال خذ من أموالهم صداقة تطهرهم وتزكيهم بها تطهرهم من الآثام وتزكي نفوسهم وتزكي أموالهم الزكاة معنى النمى البركة الخير مع إنه بينفق مما عنده لكن هذا الإنفاق نفسه هو يحقق السعة يحقق الغناء يحقق الزيادة يحقق البركة لماذا؟ لأنه يبتغي به وجه الله ونحن مؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى حين يقول وما أنفقته من شيء فهو يخلفه فالله سبحانه وتعالى يجب أن نصدقه في ذلك فالمؤمن متى فعل الخير بهذه النية وبهذا الاعتقاد فلا شك وهذا مجرب مجرب عند كثير من الناس الذين جربوا ذلك يعرف ما أقوله الآن لا ينفق مؤمن نفقة صغيرة ولا كبيرة يبتغي بها وجه الله ويعتقد بها الأجر والزيادة والنماء والبركة من الله إلا أخلف الله سبحانه وتعالى عليه وإن لم ينفق من أجل هذه النية هو بينفق يا رب أنت أمرتني بالزكاة هذه هي الزكاة أنت أمرتني بالصدقات وبعمل الخير وإغاثة الملهوف وكذا وسد حاجات المجتمع واليتيم ابتثالا بمعزل عن أي اعتبار بمعزل عن أي اعتبار نهائي يبتغي به وجه الله والدار الآخرة وهذا كما قلت لحضرتك في البداية أنه هذا صلب الخلاف في العمل الخيري في الإسلام بينه وبين الحضارات والفلسفات الأخرى لكنك ذكرت أن ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى هو الاعتبار الثالث بعد صلاح العمل ومشروعيته هل ثمت اعتبارات أخرى تحدد أن هذا العمل خيري من عدمه؟ أن العمل لا ينفق في وجهه المشروعة يعني لا يكون مثلا مال من حلال وأنا مخلص في إنفاقه وهو عمل يعني مال حلال ويبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى اللي هو الإخلاص ثم أنفقه في ما يغضب الله سبحانه وتعالى هو أصلا الإخلاص سيتعارض مع مع أن ينفقه في مغاضب الله عز وجل ما دمت أنا مخلصا في إنفاقي للمال وأبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة ورضاه وجنته فيجب علي أن أنفق هذا المال فيما يرضي الله سبحانه وتعالى ويحقق المصالح والنفع للمسلمين ولذلك لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع منها عن ماله من أين اكتسبه؟ اكتسبه من حلال أم من حرام؟ وفيما أنفقه؟ هل أنفقه من حلال أم حرام؟ وهل تحرى مصارف الإنفاق أم لا؟ هذه نقطة مهمة أيضا لأن الإنسان لا يعطي ماله حيثما اتفق خلاص لا بد أن يتحرى في إنفاقه أنه يعطيه لإنسان ثقة يعطيه لجمعية مؤتمنة تؤتمن على المال وتصرفه في مصارفه الشرعية الصحيحة أو أن ينفقه هو بنفسه على مصارف الخير وحاجات الناس في الحياة حتى لا نضيق واسعا دكتور ونحصر الحديث فقط في مسائل مالية والإنفاق يعني ممكن الجهد أو الكلمة الطيبة لكن قبل ذلك نحن مثلا كمسلمين المسلمون مأمورون بصلة الرحم هل أداء صلة الرحم على الوجه الذي أمر به الله سبحانه وتعالى تدخل في العمل الخير أم أن هذه واجب لا يؤجر على أنها عمل خيري لا ما هو العمل الخيري يعني تتفاوت درجات في عمل خيري واجب وفي عمل خيري مندوب مستحب وفي عمل خيري مباح والله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نفعل الخير قال وفعلوا الخير اركعوا واسجودوا وعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون هو يعني هل الركوع ليس عملا خيرا هو عمل خير لنفس الإنسان أي الركوع اركعوا واسجودوا وعبدوا ربكم عبادة شاملة ليست للركوع والسجود فقط ولكن لما كان الركوع والسجود هو رمز العبادة رمز الشعير الكبرى في الإسلام وهي الصلاة يعني ذكرها في البداية وخصصها وأكد عليها لاعتبار الصلاة ثم قال وعبدوا ربكم عبدوا كل العبادة بمفهمها الشامل ثم العبادة نفسها عمل خير لكنه أكد وقال وفعلوا الخير يطلق الله سبحانه وتعالى الطاقات لكي تستنفد في عمل الخير في المجتمع وتسد الحاجات وتكبر الكسور وتلبي احتياجات المجتمع فردية وجماعية وأسرية ومجتمعية ومستوى الدولة ومستوى الأمة كلها حقيقة أنا أريد أن أستفيد وأن أبحث معك دكتور عن مزيد من معنى الخير من خلال ضرب المثال والتعليق عليه إذا ما أراد رجل أعمال أن يستثمر يلوم مجموعة من الشباب العاطلين عن العمل ويفتح لهم مشروعا لكن هدفه من هذا المشروع هو تحقيق الربح في نفس الوقت يعني تقليل العطالة عن العمل في الشارع هل هذا يعتبر من أعمال الخير؟ طبعا هذا يعتبر من أعظم الأعمال الخيرية لكنه جمع مصلحة دنيوية في ذلك ومنفعة لا يوجد مشكلة وهذه المصلحة مشروعة أم لا؟ هذه المصلحة مشروعة أن يعود عليها لكنها خالطت وجه الله لا مش مشكلة وجه الله سبحانه وتعالى لا يتعارض مع تحقيق المصالح التي يتبلغ بها الإنسان حياته والإنسان لو قعد في البيت عطلان لا يعمل هل هذا مباح؟ لا ده هو مأمور بأن يسعى كل سيره في الأرض الأخذ بالأسباب اسعى على الرزق لابد أن تسعى على رزقك لأن السماء لا تنطره ذهبا ولا فضة وإحنا عارفين أن الراجل إذا راح يسعى على الرزق والتاني قعد في المسجد بيعبد الله فسيدنا عمر بن الخطاب يعني على طول عطاه بالدرة وقال له إن أخاك أفضل منك راجل يمشي على رزقه ويسعى على جلبه وأنت جالس في المسجد أنا أتحدث عن المنفق عن المستثمر نعم والمستثمر هو فتح هذا المصنع أو هذه الشركة لكي تدر له أرباح أنه في ناس الوقت يقلل العطالة من الشارع لا مشكلة أبدا في هذا لأنه من مقاصد المال في الإسلام الرواك أن يكون المال رائجا في المجتمع رائجا ومنتشرا ومنتشرا تداولا وليس مقصورا على لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم لابد من مقاصد المال كما قال العلماء أن يكون المال رائجا في المجتمع ولهذا حرم الإسلام الربا ده وجه من أوجه تحريم الربا إن الربا بيقلص المال حتى لو كانت له فائدة ظاهرية يراها الناس مكسبا لكنها في الآخر إحراق للمرابع عليه والله سبحانه وتعالى توعد المرابي هذا بمحق البركة فأزنوا بحرب من الله يمحق الله الربى ويربي الصدقات وحشوفنا في الأزمة الاقتصادية التي كانت عالمية قبل عشر سنوات رأينا كيف وصل الحال بالعالم فرواج المال من مقاصد الشريعة ولا يروج المال إلا بالاستثمار وإلا بفتح منافذ واتجاهات ومجاري لتنمية المال ولرواق المال وهذا يكون بفتح المشاريع بفتح الشريكات بفتح المصانع باستثمار المال استثمارا جيدا وهذا يؤدي إلى تشغيل الشباب العاطل الآن والبطالة تؤدي إلى كوارث أكثر في المستقبل هذه البطالة وهذه العطالة مع الشباب تقودهم إلى الجريمة وتقودهم إلى الفحشاء وتقودهم إلى ارتكاب المنكرات لأن هناك طاقة موجودة في الجسم يغب أن تفرغ فإن لم تفرغ في الحلال فستتجه إلى الحرام وتفرغ فيه لكن ثمت علاقة جدلية ربما بين الخير والمنفع هل كل خير يؤدي إلى منفع والعكس الصحيح كل منفع تؤدي إلى الخير أو تحقق الخير؟ يعني لا شك أن كل خير هو منفع وليست كل منفعة خيرا كيف ذاك؟ يعني العمل الخير كما قلنا هو مشروع وله ضوابط من أجل أن يكون مشروعا ومأجورا عليه ومعتبرا في الشريعة الإسلامية لكن النفع أنا حينما أسرق هناك منفعة أنا جبت مال وسأعيش بالمال في نظر بعض الناس الخمر كما تحدث الله سبحانه وتعالى عنه قال في اسم كبير ومنافع للناس في منفعة لكن هل هذه المنفعة مشروعة؟ الخمر خلاص حرمت مثلا قضاء الشهوات في الحرام قضاء الشهوات في الحرام فيه لزة فيه منفعة لكنها وقتية هل هذه منفعة مباحة؟ لا فنحن نقول أن كل عمل خير هو منفعة للإنسان يحقق منفعة سواء على المستوى الفردي أو المستوى الجماعي ولكن هناك من المنافع قد تنقسم إلى منفعة مشروعة ومنفعة غير مشروعة نعم لابد أن نتحدث عن النزع الخيرية في النفس المسلمة التي تم بناؤها من خلال النصوص سواء كان في القرآن أو السنة ولكن بعد الفاصل لو أذنت لي نتوقف مع فاصل قصير ثم نعود للمواصلة الحديثة أسعدكم الله ما زلنا وإياكم في الحديث عن العمل الخيري ومقاصده في الإسلام والحديث دائما مع الدكتور وصفي عشور أبو زيد أجدد ترحيب بكم دكتور حياكم الله أستاذ بها لدي سؤال مركب إلى أي مدى النزع الخيرية متأصلة في النفس المسلمة كخصائص مستقلة عن النفس التي في الغرب أو في الصين أو في اليابان هذا أولا وثانيا كيف صاغ الإسلام هذه النزع الخيرية من خلال نصوصه سواء كان في القرآن أو في السنة المطهرة نعم طبعا هو النفوس البشرية متفاوتة ومختلفة هناك نفوس طيبة وهناك نفوس خبيثة هناك نفوس يعني مهدية وهناك نفوس مضلة نفوس طيبة في الأصل أم مكتسبة مكتسبة طبعا من البيئة الله سبحانه وتعالى يخلق الناس ويلهمهم ما يعني يتربون عليه وينشأون فيه وينونه في حياتهم نعم والله تعالى قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها دي إرادة خاصة الذي يزكي نفسه من خلال يعني تدابير الشرع في تزكيت النفس هذا له الفلاح كل الفلاح في الدنيا والأخير وقد خاب من دساها من لم يزكها ومن يعني خبثها فيخبص الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة والذي خلقكم فمنكم مؤمن ومنكم كافر فمنكم كافر ومنكم مؤمن فالله سبحانه وتعالى خلق الناس على الفطرة السليمة الفطرة النقية وألهم الناس الطريقي السبيلي وهديناه النجدي طريق للخير وطريق الشر هداه بناء على نياته السابقة بناء على ما يعني يريد فعله لكن الإنسان هنا الإسلام أقصد عزز نزعات الخير في النفس البشرية من خلال عدة تدابير التدابير الأول أنه أنه الإسلام جعل هناك حافزا لعمل الخير وفعلوا الخير لعلكم تفلحون إذن إذا فعلت الخير سوف أفلح كل الناس تريد أن تفلح وبالتالي هذا حافز للعمل الخير من يعمل مثقال زرة خيرا يره هل حددت الآية يراه في الدنيا أم في الآخرة لم تحدد يراه في الدنيا ويراه في الآخرة وبالمقابل ومن يعمل مثقال زرة شرا يراه أيضا في الدنيا وفي الآخرة وهذا تنفير من عمل الشر وسوق لعمل الخير أيضا من التدابير الشرعية التي تجعل عمل الخير متأصلا ومتجزرا وناميا في النفس الإنسانية أن الله سبحانه وتعالى وعد العاملين للخير بالإخلاف والإخلاف هنا ليس ليس ماديا فقط وإنما هو إخلاف مادي ومعنوي مادي ربنا بيخلف عليه بيبارك له في المال في ناس يا أستاذ جهاد عايشة في الحياة لا تعيش إلا على الفتات وسعيدة تعيش حياة سعيدة وهي نفوس خيرة تغيس الناس وتساعد المحتاج ودخلهم للشهر أو المادي قليل جدا إذا قرم بواحد بيئبض آلاف ولا عشرات الآلاف وفي الآخر البركة ممحوة من حياته يعاني دائما ويشكو دائما من الأمراض ويشكو من ضيق الحال هذا إنسان يعني لم يبارك الله سبحانه وتعالى له الإخلاف المعنوي وهو الأهم أن الإنسان بينفق ما ينفقه ويعطي ما يعطيه سواء ما يعطيه من نفسه من قلبه من مشاعره من كلامه من تبسمه وحركاته حركات الجسد نفسها عليها صدق يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة من عمل الخير كله أي عمل الخير كله كل الأعضاء دي أعضاء الإنسان كلها مطالبة بأن تفعل الخير النظرات البسمة التفاتك بوجهك كليات إلى الذي تحدثه ده من عمل الخير وده كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام الإشارة الحركات باليد الحركات بالبدل الحركات بالوجه بشكل عام التبسم كل هذا يدخل في عام لكن الإخلاف بقى الإخلاف المعنوي أن الإنسان بيشعر بالسعادة يبدله الله سبحانه وتعالى نظير ماله أو نظير جهده أو نظير ما أعطاه من مشاعره وأخلاقه يبدله سعادة ولزة يتزوقها في قلبه الأستاذ سيتقبله كلمة في رسالته الفزة الماتعة التي تحتاج إلى شرح أنا أعتبرها متنا تحتاج إلى شرح رسالة أفراح الروح يقول فيها كل مرة أعطيت فيها لقد أخذت لست أعني أنني أخذت أو أن أحدا أعطى لي شيئا بعدما أعطيت يعني وإنما لقد أخذت مثل الذي أعطيت لأن فرحتي بما أعطيت لم تكن أقل من فرحتي الذين أخذوا فهو يعطي وهو فرح لماذا؟ لأنه سيسعد الناس يعني يبعد الحزن عن الناس في بعد عقدي هنا ربنا بعد عقدي طبعا بعد عقدي وبعد رباني الإنسان وهو ينفق النفق أو يعطي المشاعر يعني الله سبحانه وتعالى حينما يقول وَقُلْ لَهُمَا كَوْلَهُمَا كَرِيمَا هو القول ده مال القول ده شيء معناوي الإنسان بيتكلم مع أبيه وأمه بكل الألفاظ والمصطلحات والأقوال والعبارات التي تغمر مشاعرهم وتشعرهم بالدفء وتشعرهم بالوفاء وتشعرهم بالمعروف فيشعر الأب والأم أنهما في كنف كريم كريم سواء من النفق أو من القول لأن الإنسان قد يكون حاله ضيقا لا يستطيع أن ينفق على أبيه وأمه لكن القول الكريم هنا زكراه بنصه ونص عليه من أجل أن للقول الكريم في النفس من التأثير ما ليس للإنفاق وللأمور المادية لأن الإنسان قد ينفق على أبيه وأمه وهو متزمر وهو غاضب وهو غير راضي هو مقرح حتى لا يقول الناس إنه رمى أباه وأمه أو باعهما أو لم ينفق عليهما أما القول الكريم فهو لا يصدر إلا عن هذه النفس الشفافة النفس الراضية التي تؤمل فيما عند الله سبحانه وتعالى وترجو سوابه بما تفعله من خير سواء كان هذا الخير ماديا أو معنوي نعم حقيقة لكن دكتور تحدثنا كثيرا عن الجانب النظري والنصوص في الإسلام عن موضوع العمل الخيري لكن إذا لجأنا أو نزلنا إلى الساحة العملية المساحة التي شغلها العمل الخيري في بناء الحضارة الإسلامية إلى أي مدى استبغت هذه الحضارة بهذا النفس الخيري سواء كان كدولة كإمبراطورية كخلافة إسلامية أو حتى على مستوى المجتمعات الضيقة والأفراد أنا عايز أقول لك أنه الوقف مثلا مؤسسة مثل الوقف وهي مؤسسة إسلامية محضة في الحضارة الإسلامية لا نظير لها في الحضارات الأخرى ولا في الفلسفات الأخرى هي مؤسسة في الخير المحض العمل الوقف الوقف وتاريخه عندنا طبعا ما شاء الله يعني تجارب رائدة في التاريخ الإسلامي في الوقف ولا زالت حتى الآن دولة مثل تركيا مثلا فيها ما شاء الله الوقف وكان في مصر وكان في دول العالم العربي والإسلامي كله أوقاف يعني تكفل العالم وليس المسلمين فقط ولا طلبة العلم ولا العلماء ولا المحتاجين ولا المرضى ولا المعوزين وإنما المؤسسة الوقف في تاريخ الإسلام ما معنى الوقف الوقف هو أن يقف إنسان جزءا من ماله من أجل أن يكون ربحه للخير المحت لإنفاق على طلبة العلم للإنفاق على المرضى للإنفاق على المساكين للإنفاق على اليتام على الأرامل بدون أي رجاء لأي نفع يعود على هذا الإنسان إلا وجه الله والدرى الأخير ونعيز أقول لك أنه العمل الخيري في الإسلام مظاهره واسعة ومتعددة جدا بحيث تستغرق كل مناحي مناحي الحياة أنا أمامي الآن يعني عنوين فقط في كتاب شيخينا الشيخ يوسف القرضاوي أصول العمل الخيري في الإسلام ذكر في هذا الكتاب ثلاثة وستين مظهرا في الإسلام من مظاهر العمل الخيري أنا أقرأ بس عنوين فقط ولن أستوعب كل العنوين إطعام الجائل وده طبعا له آيات في القرآن ويطعمون الطعام يعني لن أذكر الأدلة من القرآن ولا السنة حتى الوقت إطعام الجائل سقاية العتشان كسوة العريان إيواء المشرد اللي هو ابن السبيل كفالة اليتيم رعاية الأرملة إيتاء المسكين حقه والحظ على إطعامه تحري حقيقة المسكين رعاية الطفولة رعاية الأمومة والأبوة إيتاء ذي القربة إعطاء ما تيسر للمساكين عند الحصاد قسمة الميرس من القربة والمساكين الإحسان إلى الجيران قراء الضيف واجب الضفل بن أدمهولو رعاية الشيخوخة والمسنين رعاية المعوقين وذول احتياجات الخاصة إدخال الصرور على المحزونين إغاثة الملهوفين إعانة الضعفاء إسعاف الجرحة ومداوات المرضى القرض الحسن للمحتاجين مساعدة الغارمين المدينين التسير على المدين المعسر إعارة المتاع لمن يحتاج إليه قضاء الحوائج إرشاد الضال تأمين الخائف تزويج الأيام رعاية عوائل المجاهدين العناية بالأجنة ولو من حرام لتاء السائل حقه تفطير الصائم الإحسان في الحرب الإحسان بالأسرى الإحسان إلى الرقيق ما ملكت أيمانكم تحرير الرقيق محو الأمية تعليم الجاهل تعليم القرآن نشر العلم تشغير العاطل الإصلاح بين المتخاصمين منع الضرر والضرر على الناس عيادة المريد موساة من مات له عزيز صنع طعام لأهل الميت بناء المساجد إجراء الأنهار وحفر الآبار غرس الأشجار الكلمة الطيبة والبسمة في الوجه البداءة بالخير ليستنى به فعل الخير في السر مساعدة المسلمين الجدد لهم المؤلف أقلوبهم بذل النصيحة للجميع البر بغير المسلمين شوف هنا البر بغير المسلمين حتى أجاز بعض الفقهاء إعطاء الصدقة لفقراء أهل الزم وهذا حصل في الخلافة حصل في الخلافة نعم ويحصل الآن لكن هذا هنا بما ظهرنا لم أكمل ببن المناسبة هناك 63 مظهر في هذا الكتاب في الفهر الصدقة كم مظهرنا قرأت أنا قرأت حوالي 40 40 مظهر طيب هذه مهمة صراحة يعني أنت أظهرت أن هناك نواحي خفية جدا لا تظهر للناس وهي فيها ينطبق عليها العمل الخيري لكن هو هل حوت الشريعة الإسلامية في هذا السياق ميزاناً التفاضل بين أعمال الخير في أعمال الخير يعني شوف هذا الأمر يحدده فق المصالح والمفاسد والميزان يعني طبعاً لا نسوي أبداً بين عمل الخير الذي يعود نفعه على المجتمع وعمل الخير الذي يعود نفعه على أسرة أو على يتيم أو على أرملة العمل الخير يعني بناء مستشفى هل بناء مستشفى في الآجر مثل كفالة يتيم مستشفى دي سوف تكفل المجتمع ونحن عندنا قاعدة في الشريعة الإسلامية كلما اتسعت دائرة النفع للعمل النفع العام في المجتمع يكون أجرهم مضاعفاً عند الله تعالى عن الذي يعمل عملاً دوائر نفعه ضيقة ولذلك الاعتكاف مثلاً الاعتكاف ده عبادة فردية الإنسان يفعلها لكي يعني العشر الأواخر من رمضان أو الاعتكاف في أي وقت الاعتكاف ليس مخصوصاً بالعشر الأواخر فقط الإنسان ممكن يشعر بالضيخ يشعر بالتعب وأنا أوصي هذه الوصية إذا شعرت بتعب في وقت ما روح اعتكف ليلة في المسجد وهذا عمل خير وهذا عمل خير يعود عليك أنت لماذا هو عمل خير لأنه إصلاح للنفس مثلاً إصلاح للنفس هو عمل طاعة لله سبحانه وتعالى كل طاعة هي خير والله تعالى قال بهذا الإطلاق افعلوا الخير مدام هو خير افعلوه حتى لو لم يكن وراءه نفع لك يعود عليك أو على يعني في الوقت الحالي سيدنا بن عباس رضي الله تعالى عنه قال لأن أمشي في حاجة أخي قضيتها له أو لم أقضها خير لي من اعتكاف في المسجد اعتكاف شهر في مسجد مين النبي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام اللي الصلاة فيه بألف صلاة هذا فهم عميق للمقصد الشريعة بالضبط لأن هذا السعي في مصالح الناس سوف يعود نفعه على الناس يا أخي أنت النفع من الاعتكاف هيعود على من؟ عليك أنت وحدك وقد تستدركه بعد ذلك وقد تحققه بوسائل أخرى ولا يلزم أصلا أن تعتكف هو سنة الاعتكاف سنة مؤكدة لكن قضاء مصالح الناس إغاثة الملهوف علاج المرضى النفع العام عمل النفع العام والخير العام للمجتمع هذا يرتب الله سبحانه وتعالى عليه من الأجور ما لم يرتب على الأعمال الفردية التي يعود نفعه على الأفراد ولهذا جعل الله تعالى الجهاد زر وتسنام الإسلام أعلى شيء في الإسلام السنام اللي هو ظهر الجمل الظهر اللي فوق أعلى نقطة فيه أعلى شيء فيه أعلى شيء في الإسلام هو الجهاد لماذا؟ لأن الجهاد عمل يتعدى نفعه للعالم للإنسانية كلها الجهاد سواء كان طلبا أو دفعا سواء كان طلب أو دفع الدفع طبعا واضح جدا أنه بيحفظ بيضة المسلمين بيرد العدوان عن الناس بيحفظ الأموال والأعراض والعقول وكل شيء في المجتمع لأن العدو إذا دخل يعيث في الأرض فساد يهلك الحرس والنسل ودفع هذا العدو يحفظ النفوس ويحفظ الدين ويحفظ الأموال والعقول والأعراض أما الجهاد الآخر فهو جهاد لرفع كلمة الله لكي تحكم شريعة الله لكي يحكم نور هذا الدين العالم كله لكي تزال كل الطواغيط والصلاطين التي تحجب الناس عن أن يصلوا إلى نور الله سبحانه وتعالى حتى الجهاد فيه الخيرية الجهاد هو خير وليس خيرا للمسلمين فقط وإنما خير للإنسانية كلها لأن الإسلام ده هو دين يعني في القتل يكمن الخير هو من قال إن الجهاد هو القتل الجهاد هو دفاع عن النفس لا يقتل إلا من يقاتل هو ده ولا يحل ده ممرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صعيح مسلم لما تتأمل الضوابط الأخلاقية أستاذ جهاد في الجهاد يعني شيء شيء يعني قمة قمة في الروعة شوف أنت الشجر ممنوع أن تقطعه في الجهاد عابد في صومعته ممنوع أن تقترب منه طفل ممنوع أن تقتله امرأة ممنوع أن تقتلها إلا إذا كانت تحارب عايزها أكتر من كده لا تقتل إلا من يقاتل وأنت تدافع وكثير يعني لما تيجي تقارن بين غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كلها السبعة وعشرين للتمانية وعشرين وبين ما حدث في الحرب العالمية الأولى مثلا هل هل هناك أي نوع من أنواع المقارنة معدد الضحايا في كل هذه الغزوات وبغزوة واحدة فقط عالمية لا يوجد أي وجه مقارنة ربما المقارنة هنا غير صحيحة لأن الأسلحة مختلفة لكن طبيعة القتال ما هي الأسلحة التي كانت مع الأعداء هي التي كانت مع التانيين نفس الأسلحة برضه إنما نحن نريد أن نعود إلى مسألة الموازنة كيف نحدد مرتبة العمل الخيري العمل الخيري الذي يخدم الدين أفضل من الذي يخدم النفس وأفضل من الذي يخدم العقل وأفضل من الذي يخدم النسل بمراتب مقاصد الشريعة الإسلامية ما دون نتحدث عن العمل الخيري ومقاصده فمقاصد الشريعة الإسلامية بترتيبها سواء في الضروريات أو خارج الضروريات الضروريات الكليات الخمسة أو الست أو التحسينيات أو الحاجيات قبلها إذا كان العمل الخيري خاص بالضروريات فهو أولى يعني مثلا أنا سأفعل الخير لإنقاذ نفس هل هذا أولى ولا كفالة يتيم أولى لإنقاذ نفسه أولى لأنني سأحييه ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا كفالة الخير ممكن غير يكفله وممكن أن يصبر حتى أكفله في وقت لاحق لكن النفس التي ستنقذ الآن لا شك أن العمل الخيري بشأنها أو التطوع لإنقاذها ده هو يبقى واقف هنا إذا تعين عليك ولم يكن هناك من ينقذه سواك فيجب عليك أن تنقذ هذه النفس وإلا تكون أسما إن تركتها من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا فنحن نفاضل لكن كيف يفهم المسلم العادي أن ما يأمرك الله سبحانه وتعالى به أن تؤديه وتحقيقه وجوبا بحيث تأثم إذا لم تفعله كيف يمكن أن يفهم الإنسان العادي أن هذا العمل هو بنهاية عمل خيري أنت تطيع الله وخافة منه سبحانه وتعالى فكيف يسجل لك على أنه عمل خيري ما خافت منه وحبا له أيضا نعم وحبا له ورغبة فيما عند الله تعالى من خير في الدنيا وفي الآخرة لكن حينما تلتبس الأمور على الناس يرجعوا للعلماء يسألوا العلماء وهم نفتونهم لكن يعني الإسلام رجح المصالح الضرورية على الحاجية والحاجية على التحسيني والحاجية والضرورية على التحسيني لو أذنت لي دكتور في سياق الترجيع هذا أنا أريد أن أسألك عن ميزان التفاضل ما زلنا في الحديث عن ميزان التفاضل من الأعمال الخيرية إذا ما كان المرء قادرا على أمام فعلين من الخير نعم نوعين من عمل الخير أحدهما أكثر نفعا نعم وأوسع مدن لكنه اختار وقرر أن يؤدي عمل الخير الأقل نفعا والأضيق نطاقا فهل هذا يطعم في خيريته مع قدرته على الأداء الفعلين لا هو إحنا المطلوب ما المقصود من عمل الخير ما هو مقاصد عمل الخير نعم سد حاجات المجتمع إغاثة المنكوبين والملهوفين إعانة المحتاجين رفع حالة العوز والحاجة عن الناس رفع حالة الاضطرار إلى الحرام عن الناس حتى لا يلقوا إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى بحكم الضرورة ابتغاء ما عند الله من الأجل والثواب الإخلاف في الدنيا والآخرة كل هذه مقاصد العمل الخير فأنا بما أني مسلم وأنني أبغي بهذا العمل الخيري وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة ثم سد مصالح المجتمع وحاجات المجتمع الموجودة فلا يمكن أبدا لي كمسلم عندي فقه وعندي واعي أو عندي مرجعية أرجع إليها كعالم ثقة أرجع إليه وأختار العمل الأدنى وأترك العمل الأعلى الله تعالى استنكر على بني إسرائيل قال لهم أدى أستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير الذي هو أعلى نقطة مهمة جدا أخرتا دكتور أنه قلت سد حاجات المجتمع السؤال هنا يقولون إلى كثير من المسلمين الآن يحج مرة واثنتين وثلاثة وربما عشرة صحيح وهذا يستلزم أنفاق الكثير من الأموال في الوقت الذي ترى فيه إما أرحمه أو جيرانه أو حتى فقراء المسلمين ممن لا يعرفهم هم بحاجة إلى الأموال لكنه يختار أن يذهب إلى الحاج وينفق الأموال على أن يعطي هؤلاء الفقراء هل هذا يدخل في إطاق عمل الخير أم أن عمله هذا ربما يكون شرا في نهاية الأمر لا هو لا يمكن أن نصف الحق أو العمر بأنها شر لكنه ينفق الأموال في غير مكانها لا لا هو في هي في مكانها لكن هناك إحنا لا يمكن أبدا هناك خير وهناك ما هو أخير أكثر خيرا هناك ما هو يعني مهم وهناك ما هو أهم يعني تكرار الحق والعمر أمر مشروع لا أحد يستطيع أن يمنع هذا إلا إذا ترتب عليه ضرر عام بالأمة يعني أو استخدام أموال هذا الحق فيما يغضب الله أو في قتل المسلمين لكن نحن نقول أن الأولى بما أنك حججت حجة واحدة وانتهيت رفعت الفرض عنك واعتمرت عند ابن حزم مثلا يقول العمرة واجبة لأنه قرناها بالحج وأتم من الحج والعمرة لله خلاص الأمر انتهى خلاص وتكرار الحج والعمرة مندوب لكن هناك حاجات للمجتمع واجبة طب دكتور الأولى هنا معذرة أريد أن أبحث معك الأمر بشكل أهمق يعني إذا ما كان الجار إذا لم يعطى من المال ربما يترتب على ذلك فساد ربما يترتب عليه التسول أو ارتكاب جريمة أو حتى أعراضه من النساء مثلا ربما تحتاج إلى فعل المنكر حتى تحصل على المال كي تعيش مع ذلك جارهم يعلم بذلك ولم يعطيهم وإنما فضل الذهاب إلى الحج هذا قد يكون حاصلا في الأمة الإسلامية هل هذا يدخل في الخير إذا خير يترتب عليه أذى المسلمين ومعصية أو يترتب عليه مفسدة في المجتمع الإسلامي كيف يكونوا خيرا هنا؟ يفوت عليهم أصل المسألة دي هذه المسؤولية لا تقع على عاتق الفرد وحده وإنما تقع على عاتق المجتمع كله وعلى أهل الحل والعقد فيه ليسوا موجودين لا لا يخلو مجتمع من أهل حل وعقد قد يغيب الحاكم الصالح وقد يكون الحاكم مجرم وطاغية وقاتل وسارق وكذا وكذا لكن أهل الحل والعقد أهل الخيري في المجتمع والصلاح إذا لم يستشر أهل الحل والعقد وقام بفعلته بمفاعله يأسموا جميعا يعني أنا أقول أن إذن أثم المرأة إذن أثم إذن خرج من العمل الخيري ودخل في عمل الشر ليس لأنه حج وإنما لأنه استخدم الأمود لا يأسم لأنه حج وإنما أثم لأنه ترك واحدا يتعرض للفتنة أو امرأة تتعرض للزنا من أجل أن لا سمح الله وهذا مرتبط بمقاصد الشريعة من العمل الخيري لو تحدثنا بشكل مجمل دكتور عن المقاصد الكلية والعامة من وراء العمل الخيري التي سعى الإسلام إلى تحقيقها الإسلام طبعا من وراء العمل الخيري يتغيى كشريعة إسلامية مقاصد شريعة إسلامية هناك مقاصد للشريعة للأحكام وهناك مقاصد للمكلف دون نوعين من المقاصد مقاصد الشريعة الإسلامية من العمل الخيري هي يعني سد حاجات المجتمع الفردية والجماعية أما مقاصد المكلف التي يسعى من أجل تحقيقها هي مرضات الله سبحانه وتعالى رجاء ثوابه في الدنيا والآخرة أن يخلف الله سبحانه وتعالى عليه في الدنيا والآخرة بالبركة في الدنيا في المال وبالبركة في صحته وفي صحة ذريته وفي نشر الخير ونشر عمل الخير صلاح المجتمع وصلاح المجتمع بشكل عام وتحصين المجتمع وسد حاجات المجتمع وما عند الله سبحانه وتعالى من الدار الآخرة من ثواب ومن درجات عليا لأن الله سبحانه وتعالى وعد بذلك وعد العاملين بالعمال الخيرية بأن لهم درجات عند الله وأن لهم المسوبة الكبرى والإخلاف الكامل المبارك في الدنيا والآخر وصلنا إلى الحديث عن الأثار النفسية والمادية المترتبة على تعزيز عمل الخير ونشره بين المسلمين المترتبة على الفرد وعلى المجتمع الإسلامي لكن بعد فاصل أخير لو أذنت لي فاصل أخير ثم نعود لاستكمال ما تبقى من الحلقة اشتركوا في القناة أهلا وسهلا بكم إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة والحديث دائما عن عمل الخير ومقاصده في الإسلام ودائما أجدد الترحيب بالدكتور وصف عشور أبو زير بستاذ أهلا وسهلا بكم أياكم الله أستاذ جهات انطلاقا من مفهوم الخير في الإسلام العمل الخيري عموما وانطلاقا من مقاصد الإسلام وغايته الكلية من رأى هذه الشعيرة وهي عمل الخير ما الأثار المترتبة الأثار النفسية والمادية التي تترتب عن فعل الخير وعمل الخير على الفرد وعلى المجتمع المسلم نبدأ بالأثار النفسية لأن الأثار النفسية هي ما يتميز به الإسلام عن الحضارات والفلسفات الأخرى الأثار النفسية أولا السعادة التي يجدها الإنسان في قلبه الإنسان الذي يفعل الخير حينما تدخل السرور على الناس أسرة جائعة لا تجد ما تأكل أسرة مريضة لا تجد ما لن تعالج به نفسها حينما تسأل عن الناس حتى السؤال كده ترفع تليفون وتسأل عن الناس الناس تفتقد الآن من يسأل عنها تفتقد من يطمئن على أحوالها تفتقد من يتفقد حاجاتها ومتطلباتها النهاردة لما بتتصل بواحد وتقوله إزاي حالك وأخبارك وماذا تريد؟ أنا بتطمئن عليك بس يا معقول حتى الناس صارت تستهجن هذا معقول للناس تستغرب لا تستهجن تستغرب ليه لأنه أصبح فعلا مستغربا الآن فنحن ندعو من منطلق عمل الخير إلى أن يتصل الناس بعضهم ببعض أن يتواصل الناس أن يطمئن الناس بعضهم على بعض أن يتفقدوا حاجاتهم وإحتياجاتهم الأمر الآخر الناحية الأخرى أنت لما بتعمل عمل خير في حد هذا الأحد يسعد أنت تدخل عليه السرور والسعادة وتخرج بالسعادة إلى سعادة مضاعفة عندك يتعزز الرباط المجتمعي والحب والمودة بين الناس والصلاح هذا مقصد عظيم وده يخليه حتى يا أخي اللي أنت أحسنت إليه يدعو لك يدعو لك بظهر الغيب يقول لك اللهم مصدر فلان اللهم بارك له في صحته في ذريته في ماله في عطائه إلى آخره فإنت بتحقق السعادة مضاعفة سعادة لك ذاتية في البداية لأنك تفعل الخير ابتغاء وجه الله وسعادة لهذا الذي أحسنت إليه وتعود سعادة المحسن إليه بالسعادة المضاعفة عليك أيضا فيحدث نوع من البهجة والفرحة في المجتمع والسرور والترابط والتماسك والمحبة في المجتمع وده من أعظم مقاصد الإسلام ترابط المجتمع قوة المجتمع وحدة المجتمع أن يعيش المجتمع سعيدا آمنا مطمئنا هذا ما ينشده الإسلام في بناء وتأسيس المجتمعات أما المقاصد المادية طبعا في مقاصد نفسية أخرى نتائج المادية آه ابتغاء وجه الله والنتائج المادية والأثار طبعا يعني أولا تقليل الجريمة من المجتمع لأن الإنسان إذا لم تسد حاجته ويجد مسلكا صحيحا يسعى به ويسدد حاجته وسوف يلقى إلى الجريمة إشاعة الأمن في المجتمع إشاعة السعادة في المجتمع سد الحاجات الفردية والجماعية في المجتمع إحنا دايما في العمل الخيري بيركز الدعاء والخطباء والوعاظ على العمل الخيري الفردي الذي يعود على اليتيم الذي يعود على الأرملة الذي يعود على تعليم واحد الذي يعود على الإنفاق على عمل عملية لفلان والإنفاق عليه يعني هناك أعمال جماعية هناك أعمال العمل الفردي هذه أجره عظيم لكن الأعمال الجماعية أثرها ممتد وأوسع وهذا ما يضاعف الإسلام الأجر عليه فنحن نحرص مع الحرص على الأعمال الفردية على أن نسعى في الأعمال الجماعية التي تعود بالخير على عموم الناس في المجتمع وتسد حاجات المجتمع بشكل عام وصلنا إلى ختم هذه الحلقة هذه أسئلتنا والموضوع واسع وربما لا نغطي كل شيء فيه بدقيقة من فضلك هل تريد أن تقول شيء مما لم نسأل عنه في سياق الموضوع؟ أنا أريد أن أقول لكل من يعمل خير ولم يجد وفاء من الذي عمل له الخير أن لا يندم أبدا على عمل عمله سواء كان رد فعل المحسن إليه يعني وفاء أو جحودا أنت عملت العمل في البداية من أجل وجه الله ابتغاء مرضات الله طلبا لسواب الله ومعونة الله وعفو الله ورحمة الله وطلبا للدرجات العليا من الجنة فلا تندم على عمل خير عملته أبدا حتى لا يحبط العمل سواء كان رد الفعل وفاء أم جحودا من الذي أحسنت إليه هل الندم هنا يحبط العمل؟ يعني لا هو النفس البشرية بيعز عليها أن تفعل الخير ولكن المفروض الإنسان يستصحب نيته الأولى حتى تخف وقع الصدمة عليه من هذا الجحود أو هذا النكران أشكرك شكرا جزيلا دكتور وصفي على ما أفضت به وتفضلت في هذه الحلقة عزيزي المشاهدين وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي أشكر في ناتها ضيفي الكريم الدكتور وصفي عشور أبو زيد أستاذ مقاصد الشريعة الإسلامية كل الشكر لكم في حراسة الله وتوفيقه ترجمة نانسي قنقر